يصور بعض الناس العلاقة بين الموظف والمدير وكأنها حرب طاحنة تكون مستعرة تارة وتكون باردة تارة أخرى ويتخيل البعض أن الموظف هو الطرف المغلوب على أمره في هذه المعركة في حين يكون المدير هو الطرف الغالب كيف لا وهو في بعض الأحيان يكون الخصم والحكم لكن في الوقت ذاته علينا أن لا ننسى الضغط الذي يرزح تحته المدراء فكيف يجب أن تكون هذه العلاقة بين المدير والموظف؟ معي في الستوديو ضيفة سالي الأسعد مدربة مهارات وتنمية بشري وهي أيضا إعلامية حتى نتحدث عن الموضوع يسعد صباحك أستاذة سالي أهلا رونك صباح الخير صباح الخير كل عيد حب وأنت بخير وأنت بخير تسلمين في البداية تعريف العلاقة بين الموظف والمدير كيف يجب أن تكون؟ خلينا في الأول أن نعرف العلاقة بين الموظف والمدير هي علاقة في إطار العمل تجمع بين شخص واضع للأهداف التي تتعلق بالمؤسسة التي يسعى إلى تحقيقها وبين مجموعة من الأشخاص تعمل معه في تيم واحد للوصول إلى تحقيق هذه الأهداف والغاية إذا حبنا نحكي عن حدود العلاقة هي عادة حدود العلاقة في إطار بيئة العمل عليها أن تتميز بالاحترام المتبادل بالوضوح والشفافية أتوقع من خلال خبرتي البسيطة مشكلة الموظفين مع المدراء هي الضبابية في الأهداف وغاية المؤسسة يعني إذا الموظف يشتغل في إطار هو مش عارف إيش المطلوب منه بالتحديد ما في job description الأهداف مش واضحة بصير بيشتغل في الفراغ إنما الوضوح وتحديد الأهداف والأسس وتوفير الآليات التي تسهل على الموظف تحقيق هذه الأهداف بيخلي العلاقة تكون في إطار تعاون مشترك وتحقيق أهداف مشتركة أستاذ سالي حققنا كل هذه الأهداف ووضعناها بشكل واضح هل هناك من خطوط حمراء يجب على الموظف أن لا يتجاوزها مع المدير؟ بالنسبة للمدير لما بيضع الأهداف عليه أن يوضحها للموظفين اللي يشتغلوا معه في اجتماع مفتوح لأنه عادة هي teamwork الموظف حدوده أنه يبدي رأيه يعترض أو يقول أنه هذا قابل للتطبيق أو غير قابل للتطبيق في الاجتماع بعد أخذ القرار وتوزيع المهام على الموظفين على الموظف أن ينفذ ما تم الاتفاق عليه ولا يتجاوز حدود تكسير أوامر الإدارة لأنه بالنهاية المدير هو من يتحمل المسؤول وبنهاية يفنشوا يفنشوا؟ لا ما يفنشوا لا لا ما يفنشوا لأنه نحن مثلا هنا في دولة قانون ما يفنشوا لحدا بسهولة ولكن على فرد المدير طبعا المدير أعطى أوامر غير قابلة للتطبيق الموظف يبعث إيميل بالقنوات الرسمية ممكن يضع سي سي المدير الأعلى من المدير المباشر أنه هذا غير قابل للتطبيق لدينا معوقات واحد اثنين ثلاثة لكن بالنهاية المدير هو من يتحمل المسؤولية ولذلك في الدول المتقدمة المدير هو من يستقيل في حال وجود خطأ معين في إدارته إذا كان المدير والموظف أو الموظفة أصدقاء خارج العمل هنا كيف يمكن التعاطي داخل مراكز العمل؟ في العالم العربية تم الخلط بين العلاقات العامة والعلاقات الخاصة لأننا عادة يحبوا يوظفوا أهل الثقة يعني إذا هذا عنده شهادة وهذا عنده شهادة بناخد اللي بنعرفه هذا للأسف بيعمل بيئة عمل ليست صحية لأنه فيه أدفانتجز المدير بيستهلك الموظف أزيد من اللازم لأنه بيمون عليه والموظف بياخد أدفانتج أنه بيعرف المدير فبالتالي هذا الإشي بيأثر على العمل العمل لازم يتسم بالانضباط الشديد التزام بالمواعيد وضوح الأهداف تحقيق الأهداف علاقة العمل يجب أن تبقى في إطار العمل لأن ندخل فيها الثارثرة والأحديث الشخصية شو سوينا مبارح وين راحين بكرة هذا كله بياخد من وقت العمل وقت العمل التمن أو تسع ساعات مع ساعة لانش بريك هدول لازم يكونوا مخصصين للعمل وما ندخل الشخصي في العملي لأنه الشخصي لما بيدخل في العملي إذا سائعت العلاقة يتضرر الموظف لأنه المدير هو دايما السلطة الأعلى المفروض الموظف يعمل شغله على أكمل وجه والمدير ياخد المعايير العالمية للحكم على أداء الموظف في تقييمه نعم إذا كانت المؤسسة اللي يعمل بها الموظف مدرائها هادين ورايطين مثل ما نقول نكون محزوز هذا الموظف لكن في حال أنه كان أحد المدراء عصبي وعلى الموظف أنه يتعامل مع ميزاجيته العصبية كيف يتم ذلك بطريقة سلسة وسهلة بحيث الموظف ما يخسر كثير شوفي إذا بدنا نحكي ABC هو مش من حق المدير أنه يتعامل مع موظفينه بعصبية لكن أحيانا الميزاجية تحصل ما نحن هلأ عم نحكي عن الواقع وليس ما هو موجود في الكتب الواقع أنه بيكون عندك مدير ودني بنسمع عندك مدير عصبي عندك مدير ميزاجي الموظف الزكي الملم بأدوات عمله بيقدر أنه يقدم نفسه بالصورة الصحة وبيقدر أنه يتجاوز فورة العصبية يعني فيه شخص له مفاتيح أنا لما بقوله الكلمة الفلانية أنت اللي قلت لأنه هذا قرارك فهو بيعصب ويصبح بدي يدافع عن نفسه الموظف الزكي هو اللي بيكون عنده مهارة في العلاقات الاجتماعية بشكل عام وبيطبقها على مديره ما يوجه له اللوم بشكل مباشر ما يظل دايما يتشكوا ينتهز الفرصة المناسبة لأنه المدير العصبي ليس 24 ساعة عصبي يعني فيه أوقات معينة عصبي لما يكون في هذا الوقت العصبي ما بناقش معه زيادتي في الراتب أو ترقيتي الوظيفية أو النقطة الفلانية بالعكس أنتهز الوقت المناسب لطرح الموضوع نصيحتك لكل الموظفين وأيضا المدراء لتكون بيئة العمل بأسليمة ومناسبة وصحية وبالتالي هو ينصب إيجابيا على العمل بشكل عام نصيحتي لكل مدير أنه يحاول يقرأ نوعا ما عن القيادة لأن المدير القائد هو اللي بياخد بأيدي الموظفين لتحقيق الأهداف هو وهم في بوتقة واحدة إنما المدير المدير فقط هو بس عنده واحد اثنين ثلاثة ما بيشعر مع الموظف القائد هو اللي بيشعر مع الموظف وبيحقق الأهداف على كل مدير أنه يطور من مهاراته بحيث تصبح مهارات قيادية بالإضافة لأنه يكون عنده موضوعية في الحكم مش لأنه فلان بيريحني أنا أصير أعطي الدرجات الأحسن وأرقي وظيفيا وفلان لأنه بيزعجني والله أنا أكون ضده كل الوقت على المدير أن يتحلى بالمرونة والموضوعية والاحترافية وسعة الصدر وسعة الأفق والاحترام لأنه الاحترام هو لازم يغلف علاقات العمل كثير مهم أنا اليوم قرأت شوية بالإنترنت قبل ما نبدي هذه الفقرة قرأت أن أهمية الاحترام كبيرة جدا بتعامل بين الموظف والمدير 100% الموظف والمدير والموظف ومطلقي الخدمة الاحترام هو رقم واحد أنا إذا تعاملت باحترام بفرض احترامي على الآخر هو يتعامل معي باحترام وعلى فكرة حتى في علاقاتنا الإنسانية بشكل عام حتى الشخص بيقول لك مثلا فلان أخلاقه مش حلوة بس أنا معي ما صار هيك لأنه أنا أفرض احترامي دايما علاقة الاحترام وعلى المدير أن يكون واسع الأفق ما يكون ضيق للأسف بعض المدرة ما بيكونوا مؤهلين لإدارة فرق عمل فبيكون هو ضيق الأفق عنده رؤية واحدة ما بيحب يسمع بيفكر أنه إذا روناك ألت لي فكرة فأنا يعني هيك ببين هذا بيقلل من شأني في حين القائد يأخذ بأفكار الفريق اللي حواليه ويسعى لعمل قيادات صف تاني وصف تالت حتى يكونوا مؤهلين بعدين لقيادة المؤسسة طيب أستاذ سالي تجدين أنه من الأنسب أنه تيم العمل كله فريق العمل كله يكونون مع المدير أو مع المديرة يكونون من عمار متقاربة أم لا مثلا المدير أو المديرة يكونون فارق السن كبير بينه وبين الموظفين أيهما أفضل أو هي نسبية تعتمد على سياق العمل هي كمان تعتمد على سياق العمل لأنه في العمال الاستشارية يمكن يفضل عمار معينة تكون حصلت على خبرة إدارية وعملية معينة بينما في الأعمال التي بدها أفكار جديدة وعصف ذهني وموضوعات جديدة زي ما أنت شايف العالم يتجه نحو إعطاء الشباب مواقع المسؤولية نحن بالإمارات لدينا أصغر وزيرة بالعالم فيفضل أن يكون من كافة الفئات العمرية مع تغليب فئة الشباب لأنه التكنولوجيا والعصر الحديث خلى الشباب يمكن أقدر على الإنجاز وتحقيق الأهداف للمؤسسات المختلفة شكرا جزيلا لتواجدت معنا في الستيديو ضيفتنا الكريمة سالي الأسعد مدربة مهارات وتنمية بشرية وأيضا إعلامية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا أهلا وسهلا